بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أعزائي الطلاب والطالبات في جامعة العلوم والتكنولوجيا قسم الدراسات الإسلامية وقسم الشريع القانون نرحبكم في اللقاء السادس من لقاءات أحكام الأسرة والذي هو بعنوان حقوق الزوج على زوجته يتوقع منك عزيز الطالب في نهاية هذا اللقاء أن تكون قادرا على أن توضح حق الزوج في القوامة على زوجته وأيضا تستطيع أن تبين حق طاعة الزوجة لزوجها وتدلل على ذلك كما تستطيع أن تذكر حكم قيام المرأة بنوافل العبادات مع وجود زوجها وأيضا تستطيع أن تستخلص كيفية قيام الزوج بوعظ زوجته وتأديبها في حالة التقصير ثم أنك تستطيع أن تشرح حق الزوج على زوجته في حفظ نفسها وحفظ ماله حال غيبته أيضا تستطيع أن تفسر حق الزوج على زوجته في عدم إدخال أحدا إلى بيته إلا بإذنه وأيضا في الأخير تستطيع أن تعدد الحقوق المشتركة بين الزوجين في هذا اللقاء سنتناول عزيزي الطلاب من حقوق الزوج على زوجته حق الزوج على زوجته حق الزوج على زوجته في القوامة حق طاعة الزوجة لزوجها حكم قيام المرأة بنوافل العبادات مع وجود زوجها كما سنتناول كيفية قيام الزوج بوعظ زوجته وتأديبها في حالة تقصير أيضا سنتناول حق الزوج على زوجته في حفظ نفسها وحفظ ماله حال غيبته أيضا سنتناول حق الزوج على زوجته في عدم إدخال أحدا إلى بيتي إلا بإذنه وأخيرا سنتناول الحقوق المشتركة بين الزوجين نبدأ في حق القوامة الزوج على زوجته حق القوامة للزوج على زوجته قوامة الرجوع على زوجته ضرورة للحياة الزوجية والسدامها فهي ضرورة وليست منها ضرورة للسدامة الحياة الزوجية وتسير أمورها بدون خلل أو مشاكل شرع الإسلام اتخاذ رئيس في أقل الاجتماعات الإسلام اتخذ رئيس في أقل الاجتماعات عددا ومدة فقد قال صلى الله عليه وسلم إذا خرق ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم فليؤمروا أحدهم هذا دليل على أهمية القيادة في الحياة فلو كان ثلاثة أشخاص وخرقوا في سفر فأمروا النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤمروا عليهم أحدهم حتى لا يفسد عليهم حتى لا يفسد عليهم سفرهم فإن باب أولى الإدارة والقوامة في البيت حتى لا تكون هناك فوضى فلابد أن يكون هناك إدارة ورئاسة وقوامة فكانت أن جعلت هذه القوامة للزوج والقوامة مبنية على أساس المودة والرحمة لا على أساس العنف والاستبداد مبنية على أساس المودة والرحمة ولكي تسير الأمور لا على أساس الإبداد والعنف والغطرسة أساس القوامة تحقيق المصلحة لنفسه وأهله وبيته دون اعتساف ولا جور فأساس القوامة ما هو أساس القوامة الرجل في البيت تحقيق المصلحة لنفسه أولا لحفظ ماله لحفظ بيته لتربية أولاده لإدارة شؤون المنزل وأهله أيضا وهلبيته دون اعتساف ولا جور قال الله سبحانه وتعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعضا وبما أنفقوا من أموالهم هذا خلاص القول هو القوامة شرعه الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم فقد قال الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم القوامة مسئولية القوامة هي مسئولية وليست امتياز وسيسأل عليها أمام الله سبحانه وتعالى فلقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته الرقل راعٍ في أهل بيته ومسؤول عن رعيته هذا قوله صلى الله عليه وسلم ننتقل الآن إلى حق طاعة الزوجة لزوجها حق طاعة الزوجة لزوجها هذا هو الحق الثاني للزوج على زوجته وأساس هذا الحق هو ما تقدم الحديث حوله من حق القوامة أساس هذا الحق ما تقدم من حق القوامة للرقل على البيت وعلى زوجته قال تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات هكذا قال الله سبحانه وتعالى في الحديث أيضاً إذا دع الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأتيه فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى يصبح هذا دليل واضح على وجوب طاعة الزوجة لزوجها وهو حق من حقوق الزوج في الحديث أيضاً قالوا صلى الله عليه وسلم لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها فهذه كلها أحاديث وأدلة تدل على حق طاعة الزوجة لزوجها منها ما ورد في القرآن الكريم ومنها ما ورد في الحديث في السنة النبوية الشريفة من الطاعة عدم الخروج من المنزل إلا بإذنه ما لم تكن هناك ضرورة فالضرورات تبيح المحضورات أيضاً هذه من طاعة الزوجة لزوجها ألا تخرج إلا بإذنه إلا إذا كانت هناك ضرورة قد قال الله سبحانه وتعالى أسكنوهن من حيث سكنتم الأمر بالإسكان منهي عن الخروج كما قالوا لأن الأمر بالشيء نهي عن ضده الأمر بالشيء نهي عن ضده قال تعالى وَقَرْنَ فِي بِيُوتُكُنْ وَلَا تُخْرُجُوهُنَّ مِنْ بِيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجُنْ كل هذه أدلة على أن تلزم المرأة بيتها ولا تخرج إلا بإذن زوجها إلا إذا كانت هناك ضرورة كما قلنا فالضرورات تبيح المحضورات من حق الزوج على زوجته قال إذا استأذنت امرأة أحدكم إلى المسجد فلا يمنعها هذا من حق الزوج أيضاً إذا استأذنته أن تذهب إلى المسجد فلا يمنعها من الذهاب إليه وإن كان في حديث آخر أن صلاة المرأة في بيتها أفضل من حقوق الزوج على زوجته حق الوعظ والتأديب حق الوعظ والتأديب للزوج على زوجته حق وعظها ثم هقرها ثم ضربها إذا خاف نشوزها لقوله تعالى والتي تخافون نشوزهن فعظوهن وهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلاً إن الله كان عليًا كبيراً ويكون التأديب مرتباً كما جاء به الآية الكريمة ومعنى النشوز هو معصيتها إياه فيما يجب له عليها فيبين لها أن النشوز يسقط النفقة التي لها والقسم وغير ذلك وإذا هجرها فلا يهجرها إلا في المضجع فقط ثم إن الضرب يقصد به تأديب الذي لا يخدش وجهاً ولا يكسر عظمًا ولا يسيل دمًا وإنما كما يؤدب الولد الصغير وهذا التأديب رمزي أكثر منه حسيًا وإنما ليشعرها بأنه يمكن أن ينال من كبريائها وتعنتها وتمردها من حقوق الزوج على زوجته أيضًا ترك نوافع العبادات إلا بإذنه فإذا كان حاضراً فلا يقوز لها الصوم إلا الصوم إذا كان يعني للعبادة السنة فلا يقوز لها إلا بإذنه أما إذا كان صوم فرد فليس هناك إذن ما حق الزوج على زوجته؟ قال إذا استأذنت امرأة أحدكم إلى المسجد فلا يمنعها وقال صلى الله عليه وسلم لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه لا يحل المرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه أن تحفظ زوجها في نفسها وماله حال غيبته هذه من حقوق الزوج على زوجته من حقوق الزوج على زوجته أن تحفظ زوجها في نفسها وماله حال غيبته أما حقكم على نسائكم فلا يطئن فروشكم من تكرهون ولا يؤذن في بيوتكم لمن تكرهون هذه أيضا من حق الزوج على زوجته ألا تدخل بيته إلا من يرغب فيه ولا تدخل أحدا بيته ولو كان من أهلها إذا إلا بإذنه فقد قال صلى الله عليه وسلم لا يحل للزوجة أن تأذن لأحد رجل كان أو مرأة أن يدخل بيت زوجها هو حاضر إلا بإذنه إلا بإذنه وكذلك النساء لا يدخل بيته إلا بإذنه ويدخل في الحديث كل أقارب الزوج والزوجة غير المحارم لها كأخ الزوج كأخ الزوجي وابن عمه فهذا أيضا لا يجوز إدخاله بيت الزوج إلا بإذنه ومن الحقوق الزوجية أيضا الزوج على زوجته حفظ مال الزوج حفظ مال الزوج حفظ مال الزوج قال تعالى حافظات للغيب تحفظ نفسها عن الزنا وتحفظ ماله عن الضياع وثالثة حفظ منزله عما لا ينبغي من الفوضى والفساد خير النساء إن نظرت إليها أسرتك وإن أمرتها أطاعتك وإن غبت عنها حافظتك في مالك ونفسها هذا هن خير النساء إن نظرت إليها أسرتك فإن أمرتها أطاعتك وإن غبت عنها حافظتك في مالك ونفسها ومن حقوق الزوج على زوجته خدمة البيت وخدمة زوجها مثل العجل والطبخ والكنس والاستقاء من البئر وسق الدواب ونحو ذلك من غسل الثياب اختلف الفقهاء في حق الزوج على زوجته في خدمة البيت والقيام بشؤونه وحاجاته فالجمهور الفقهاء يرون أنه لا حق للزوج على زوجته في هذه الأمور إلا أن تقوم بها مختارة دون إجبار عليها ولا إلزام وذلك الاعتبارهم بقصد عبد النكاح وهو حفظ النفسي والولد وليس خدمة البيت هذا يعني ولكن هناك خلاف لجمهور من العلماء منهم الحنفية يقولون أن أعمال البيت وخدمته واجب عليها ديانة وإن كان لا يقبرها عليها القاضي إذن الحنفية يخالفون الجمهور في حق الزوج على زوجته في خدمة بيته وخدمته وهم يقولون أن أعمال البيت وخدمته واجبة عليها ديانة وإن كان لا يقبرها عليه قضاء كيف لا يقبرها عليه قضاء عن أن القاضي لا يلجمها ولكنها يعني تقوم بذلك ديانة وطاعة إلى ربها أما المالكية فلهم رأي آخر وهم يقولون إذا لم تكن أهلا للإخدام إذا كانت أهلا في بيتها في بيت أبوها لا تخدم أو كانت أهلا لكن الزوج فقيرا وهي رضيت بذلك ورغبت به وقبلت به زوجا لها وهي تعلم أنه فقيرا فعليها الخدمة فعليها الخدمة الباطنة يعني في البيت أي داخل البيت الباطنة أي داخل البيت ولو غنية ذات قدر ولو كانت غنية ذات قدر ولو كانت غنية ذات قدر وهي تعلم أن زوجها فقير لا يستطيع أن يحضر لها خادما أو شغالة فإن عليها أن تخدم داخل البيت من الكنس والطبخ وغسل الثياب وغيره وليس عليها خارق البيت هذا هو قول المالكية إذن لدينا أقوال الفقهاء في حق الزوج على زوجته في خدمة زوجها من ذلك أيضا قول للحنابلة ماذا يقولون الحنابلة؟ يرون أنه بعد تقريرهم عدم خدمتها لزوجها ولكن الأولى لها فعل ما قرت به العادة عادة الناس وأعرافهم في كل بلاد وفي كل زمان ومكان بقيامها به لأن العادة لا تنتظم المعيشة بدونه ولا تصلح الحال إلا به إذا كان من عادة الناس أن تقوم المرأة بخدمة بيتها ويكون هناك تعاون بين الزوج والزوجة فالزوج يقوم بإحضار ما تحتاجه البيت بين طعام وشراب ومسكن وكسوة ومؤولة العلاق وغير ذلك والمرأة تقوم بتربية الأولاد وحفظ البيت وتنظيفه وإعداد الطعام وغيره فهذا إما قرت به عادة الناس وأعرافهم قال بعض اللقاء منهم ابن تيمية من الحنابلة يجب على الزوجة خدمة زوجها بالمعروف إيش معانا بالمعروف بما تعارف عليه الناس من مثلها لمثله ويتنوع ذلك بتنوع الأحوال بتنوع حال الزوجة وحال زوجها ولكن يقول أنه يجب عليها خدمة زوجها بالمعروف بما تعارف عليه الناس هذا هو قول ابن تيمية من الحنابلة يستدل على ذلك بقول أن فاطمة رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أتت النبي تسأله خاربا ما فماذا كان قوله صلى الله عليه وسلم لها قال ألا أخبرك بما هو خير لك منه تسبحين الله عند نومك ثلاثا وثلاثين وتحمدين الله ثلاثا وثلاثين وتكبرين الله أربعا وثلاثين هذا خير من طلبها اللي اتلبته وطلبته خادم يعينها واستدلوا أيضا بحديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما عندما كانت تقوم بخدمة زوجها الزبير ابن العوام رضي الله عنه إلا أن الجمهور حملوا حديث أسماء على أن ذلك كانت طوعا منها كانت طوعا منها ولم يكن ذلك عليها واجبا ولم يكن ذلك عليها واجبا إذن نحن أخذنا قول جمهور الفقهاء في مسألة خدمة المرأة لزوجها وهو أنه لا يجب عليها لا حكما ولا قضاء ولا ديانة بينما الحنفية يرون أنه يجب عليها ديانة ولا يجب عليها قضاء المالكية يرون أنه إذا كانت ممن لا تخدم وليست أهلا للخدمة أو كانت كذلك ولكنها زوجها فقيرا وكانت تعلم ذلك فإنه يجب عليها خدمة البيت في خدمة زوجها في بيته الباطن في البيت وأما أبن التيمية والحنابلة فإنهم يرون أن خدمة المرأة لزوجها في بيتها يكون بالمعروف نأتي الآن إلى قانون الأحوال الشخصية اليمني وماذا أخال في حقوق الزوج على زوجته فقد نصت المادة السبعة وثلاثين من قانون الأحوال الشخصية اليمني على أن للزوج على زوجته حق الطاعة فيما يحقق مصلحة الأسرة وعلى الأخص فيما يأتي الانتقال معه إلى بيت الزوجية لقول الله سبحانه وتعالى أسكنوهن من حيث سكنتم ما لم تكن قد اشطرطت عليه في العقد البقاء في منزلها أو منزل أسرتها فيكون عليها تمكينه من السكن معها والدخول عليها المسلمون ليش عند شروطهم إذن هذا في المادة سبعة وثلاثين يعني على الزوجة طاعة زوجها أولا في الانتقال معه إلى بيت الزوجية ما لم يكون لك شرط آخر ثانيا تمكينه منها إذا كانت صالحة للوطن في القبل في غير حضور أحد وهذا حقه عليها وهذا ما ذكره أو أرده القانون حق الزوج على زوجته أيضا انتثال أمره والقيام بعملها في بيت الزوجية مثل غيرها فالقانون هنا خالف الجمهور وآخذ بعض الفقهاء الذين يقولون أنه على المرأة أن تخدم في بيت زوجها ولكن كما قال مثل غيرها يعني بالمعروف من مثلها لمثله أيضا ورد أنه من حقوق الزوج على زوجته كما ورد في المادة سبعة وثلاثين عدم الخروق من منزل الزوجية إلا بإذنه وليس للزوج من زوجته من الخروق لعزر شرعي فهذا ليس له لأن الضرورات كما قلنا تبيح المحضورات ولكن عليها عدم الخروق من المنزل إلا بإذن زوجها الآن نأتي إلى موضوع جديد وبعدما تكلمنا عن حقوق الزوجة في اللقاء السابق وتكلمنا على الصداق وتكلمنا على النفقة وتكلمنا على السكن وتكلمنا على حسن العشرة وتكلمنا على العدل ثم في هذا اللقاء تكلمنا على حق الزوج وهو حق القوامة وحق الطاعة وحفظ المال وحق الوعظ وأيضا قلنا حفظ المال وحفظ حفظها حفظ مرة حين غيبته وأيضا أن لا تدخل بيته ومن لا يرغب فيه وإذن خدمتها لزوجها في بيتها الآن ننتقل إلى موضوع جديد هو الحقوق المشتركة بين الزوج والزوجة ما هي الحقوق المشتركة بين الزوج والزوجة؟ قال الله سبحانه وتعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف يعني عليها واجبات ولها حقوق تكلمنا عن حقوقها وتكلمنا عن واجبة عليها الذي هو حقوق الزوج الآن ما هي الحقوق المشتركة بينهن؟ أولا حل للسمتاع فيحل للمرأة أن تستمتع بزوجها ويحل للرقل أن يستمتع بزوجته هذه من الحقوق المشتركة بينهما وهذه أيضا هي من مقاصد النكاح الاستمتاع بكلاهما من الآخر هي من مقاصد النكاح أيضا حرمة المصاهرة فلا يقوز للزوج أن يتزوج بأم زوجته ولا ببنتها ولا أيضا يقوز أيضا الزواج الرقل بزوجة أبيه ولا الرقل أن ينزوج بزوجة ابنته مثلا بعد وفاته أيضا من الحقوق المشتركة ثبوت النسب ثبوت النسب فالعقد والزواج فكما ورد في الحديث الولد للشراش وللعاهر الحجر فإذا كان هناك ولد بينهما فإن الولد ينسب لأبيه في حالة العقد وفي حالة الزواج أيضا من الحقوق المشتركة بين الزواجين هو التوارث بينهما التوارث بينهما فإذا في الزواج الصحيح فإذا توفى عدهما فإن الآخر يرث من تركته وخلاصة القول في هذا اللقاء أعزائي الطلاب والطالبات الذي تناولنا فيه حقوق الزواج على زوجته تحدثنا عن حق الزواج على زوجته في القوامة كما تناولنا حق طاعة الزواج لزوجها ودللنا على ذلك من الكتاب والسنة ثم تناولنا حكم قيام المرأة بنوافل العبادات مع وجود زوجها أيضا تناولنا كيفية قيام الزواج بوعظ زوجته وتأديبها في حالة التقصير منها ثم تعرضنا إلى حق الزوج على زوجته في حفظ نفسها وحفظ ماله حال غيبته وتناولنا أيضا حق الزوج على زوجته في عدم إدخال أحدا إلى بيته إلا بإذنه وأخيرا تحدثنا عن الحقوق المشتركة بين الزوجين يبقى عليك في هذا اللقاء عزيز الطالب عزيز الطالبة أن تقوم بالتكليف إلى هنا نكتفي بالقول نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته على أمل اللقاء بكم في اللقاء القادم ترجمة نانسي قنقر